موسيقى 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 أشتركون موسيقى 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 ما هو سكان سنجد موسيقى العنا Lunch موسيقى وكان طيح تماما وكيدوني لما صحة وكان قلوم طبيب انا راه كالعمل لي باري وعندي السكر ديالي صعيب كي تلعلي بزاف و تشي واحد ما عطاني شي حال مشيت من حاضر الصحي مشيت من واحد الحي هو حي السين تم مبدأ كي تلعلي السكر وكود كان غووث وكيدقوا قدراري علهم موظف جي يفتحلي وكيجي رأيس من معقل كي قلوم خليواه ما تستحولوشي وكيهذا اللي يدق عليهم كي يخرجوا على بر كروه كي قطنوا هذا رأيس المعقل ديال طانجة تعدي علي بزاف تماما والإهمال ديال الطبيب اللي تماما كيين بزاف كيين ناس كيعاني وتماما وانا هالحالة ديالي انا عامو وزيادة وانا ما شوفتش الضوض النهر بعيني ونتكارفص واحد تكارفصة تماما وكتب ثلاثة شكايات من الواكي المالي كيبصمون عليهم وما كان بشي شي وكتب ثلاثة شكايات من إدارة السوجون كيبصمون عليهم وما كان يتشي حاجة وتهاز جاء رأيس من معقل قليعة بشي نرباط تداوى مي مشي تترونس فين النرباط ما تدوني شي نرباط بشيتن السجن لوتيتا السجن لوتيتا كان قلن سيد المدير لوتيتا وكان قلنه وانا رأى جيت ماشي تترونس فين هنا يرى عندي الطبيب قال لي الله وليدي جاوة تصل بإدارة ديال السجن طانجة كان سمعتكم مدير لوتيتا يقول لا حوله ولا قوتي إلا بالله العليا العظيم صحفي بقيت تم فلوتيتا دربت تم سبعة وشهور تكم مدير الله عمر سلعه والله عرحم والديه هو اللي مشا كمل العلاج ديالي في الرباط وبديش كان طلع في الأيام ما ديال رمضان كل سيمانا كان طلع نتمان الرباط عمل فيه وحل خيرتا هو وكتبت فلوتيتا كتبت شكاية واحدة من إدارة السوجون كانت تفاجأة كيجين عندي موظف يعطيني رقم الإرسال قلوا لي ما صردوهم شي تم ما باش عرفت أنا تكتبت شكاية واحدة يومين جاو لي رقم الإرسال وجوبتني إدارة السوجون جاووني حيث صردوا راب ميساجنا من الطبيب ديال السجن الطنجان وعملوا لهم بأن أنا تعرضت 11 حصة طبية فعلا تعرضت أنا 11 حصة طبية حيث إلا ما كنت ما كان عمشي دوى ديالي واللانسولين ديالي فوقسو راعا نتعرض نكسر متل 13 حصة عن تعرض 10 حصة حصة طلع السلاء مشي بيان الطبيب حيث الإهمال كان عمل لي برا في الصبح كان عملا معاة سعود كان عملا تهماة 11 وديالة الطنج كان عملا تهماة الجوش ودلليل كيجي واحد موظف اسمه سعاديل واللي كيجي يعمل لي دوى وكيش برني غايب وكي يديني المساحة وكيبقى يغوز تلع أربعة في النهار وكان يقول لي تكم موظف يقول له ماذا سيد عايقسلوه هنا موظف مسكين جرام عايقسلوه هناك ومشيت محمد الخاميس عيت ما نخرج محمد الخاميس وطبيب ديال المؤسسة السجنية ما كان شيته وحن نهار اللي جام شيت نعند وانا مصاحة هدرت معا قلي علاجتينه ما كتشوفشي قلت له أنا دابا السكر طلع لي نعيني وعندي رنضيب وضرباته وعندي فتما عندك في الكتاب طبيب ديال المؤسسة ما عرفني شي ومي كنت ما جهيم طبيب ديال محمد الخاميس كنت باي تتم ما طلقت بمدير ديال المؤسسة قلت له زعم الله رحم والدي كان الرابوس كان عمله اللي باري ديالي جاوبني بوحل جاوب بارد قال لي أنا ما عندي ما نعمل لك قال لي مشي شوف مع الطبيب ومي طلع سلوطيتا متك مدير تعامل معايا وماللي كنت كان طح فطانجا كان غيب في الشامبري وكانوا كي عايطوا لهم هدك اللي كي عايض نموظف باش يجي يعتقني كي شبروا رئيس المعقل وكي خرجوا وتهزيت ترونس فيله لا أساس أنا مشي الربات وتهزيت أنا وحل الولد كان كي دق عليهم هزوتا هو معايا ومش ما بقيش يدق ويبقيت ديال في راسه وحل الولد أصو في ناجيب هده المؤسسة هده أنا تعرض لذيك الإهمال بززاف وكوت عانوا تما تعدوا عليا بززاف وكان طلب من الله يفتحوا تحقيق مع هده الناس هده رأى الناس تما كاتموت الناس تما كي يعانوا بززاف الناس تما كي يعانوا بززاف تما بطسطية الله خرانية ما كي ناشي تما موظف بالليل وواحد موظف عزيزة مسكينية اللي اللي كانت كتوقاف معايتها هي تما موظف سعادل وميت هزيت من اللوطيطان بشيز عكملت إجراءات ديالي في الرباط وبشيز العرايش العرايش بقيت فيها باساجي العرايش بشيز نوادله وادله عاود تستقبلني وحام مدير المؤسسة السعادل فاتي ورئيز المعقل سي عبد الرحمن وطبي ممارد مصحة سي سماعين وسعادل استقبلوني مزيان بالدوة ديالي بالمكلة في وقتها في كل شي دياله أعطيتهم رابوس في تك الساعة اللي جيت فيها ترنسفيل جايبولي وفتانجانة تبرت 16 شهر خمسة دخلت بالرابوس أعطيتهم تهزيت ترنسفيل وما كان شي الرابوس ما أعطوني شي الرابوس كيف يتعادل على الناس ما شعر أنا كين بزاف ديالحالات أنه كنت في السيجن ديال وادله وطلع وحسيته ما كيشوفش بالسكر الإهمال بالطبيع دياله تم حيث أنا كنشوف هذا هذا انتيقم بالرئيس من معقل انتيقم حيث أنا كنتخدمة ديالي عون سلطة وكنت كان خدمة مزيان ما كنتش نتعد على شي واحد أنا هاتش هذا جاني انتيقم حيث ما يمكنش واحد إنسان غايب وكي تقيم والسكر طلع له بزاف وتينو كنتخدم خليوا يموت اللي كي دق باشي يعتقني أو لاشي حازا كان قلهم دقوا عليهم كيقول لله لا دقينا عمشي رأيس من معقل يخرجنا وعندي شهود على تشيادة عندي مساجن شاهدين عندي مساجن شاهدين مساكن اللي شاهدين فاتتشيادة وميكنت خارج موادلو مدير دخلت عملت مع مقابلات سيد المدير قلت له أنا خسني طالب كان طلبت دوسي ديال اللي مشيت بيه من من طنجات ننرباط ونلوطيت ومشيت بيه كان طلبت دوسي ديالي حيث عان خرجنا زنقا مخصني شي مبداتك شي مجديد حيث أنا عام مزيادة وما شوفت بعيني عاد عام بداتك شي هنا مجديد جام مدير فاجأة نقل يخصوا واكي المالك يتصل بينا أو المحامي باش يعطوني هناك الرابور ديال ميديكال درباط ويعطيوني تقارير طبية هاتش اللي ما بغواش يعطي والينا كنشوف في حالي في حالي هم حلوف إيا وصافي ومن نسبة المؤسسة السيزنية في طنجرة الناس كتعاني بزاف الناس كتعاني بزاف تمال تانت درجة الناس اللي ما تتمى بالإهمال طيبي وكتغيب كتطيح بالسكر وهادك وشكل يدهافك هاد إدارة السوجن كنتمنا في تحو تحقيق فاتش هذا وانا بصر ديالي مشالي كانت ننوح العملية تبا بش نعملا والله ياخد الحق اللي تكرفسوا عليها بالسفل والله ياخد الحق في اللي تكرفسوا عليها تماما ونتقم مني هاتش هذا انتيقم ماشي شي حاجة عادية هذا انتيقم حيث ممكنشي أنا الساعة وعشرين عام وانا كنضرب لانسولينت السكر ومن اللي عنجي نطالب انا بواحد ديالي اللي هذه الساعة وعشرين عام وانا كنعملو هاتش يأتي انا كنшوف شا انا كنعملوها ينقض هذا الناس اللي كينا في السيجن ديال قانجان